بحضراتكم مرة تانية نادي الأهلي ان شاء الله عنده لقاء مهمة جدا يوم 16 فبراير دور المجموعات الجولة الرابعة من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا قدام شباب بلوزداد الجزائري لقاء هيغيب عنه وسام أبو علي الصفقة الجديدة لأنه عنده شد اللي جاله خلال الفترة اللي فاتت في اللقاءات اللي ودية وكمان خيرد عد الفتاح في المطش الودي اللي قدام سموحة أخد كادمة كده من حسام حسن لعب الأهلي السابق فهيغيب على ثلاثة أسابيع ومش هيكونوا أو الاتنين دول مش يكونوا موجودين مع مرسل كولر في لقاء شباب بلوزداد كمان فيه نقطة مهمة جدا أن لجنة التخطيط بتوصي بعودة قندوسي قندوسي ماشي مع السراميك كليو باترا بشكل هايل جدا الفترة اللي فاتت وكان على فكرة فيه تفكير وفكرة أنه يرجع فيه بند في العقد ما بين نادي الأهلي والسراميك كليو باترا بند في العقد الأعارة أنه ينفع الأهلي يقطع الأعارة ويستعيد خدمة قندوسي مرة تانية ولكن مرسل كولر لأنه كان عايز أليو ديانج يفضل مكمله عشان طبعا أماكن الأجانب ففضل أنه يستعيد قندوسي مع بداية الموسم اللي جاي وبعد نهاية هذا الموسم ولكن بالتأكيد أن هي أعارة مفيدة جدا 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 لقندوسي وللأهلي لأن قندوسي خلال الفترة اللي جاية أعتقد بعد الموسم ده وبعد فترة الأعارة دي هيبقى لعب مختلف تماما لما يرجع الأهلي فحسنا فعلت إدارة الأهلي أن هي تعير القندوسي عشان يلعب وعشان الرجلية تبقى في الملعب لعله وعسى الموسم اللي جاي يقنع مرسل كولر بما لم يستطيع إقنعه به خلال الفترة اللي فاتت من ساعة لما جيه لكن قندوسي هو واحد من اللعيبة المميزين جدا 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 ويستحق فرصة مع النادي الأهلي فرصة متكملة بظروف إيجابية أعتقد أنه هو هيقدم مستوى أفضل بكتير من اللي قدمه قبل كده وإن كان حتى في الدقاء اللي كان بيلعبها قبل كده كان دايما بيبقى ليه بصمة زي الأهداف اللي احنا كنو لسه بنشوفها مع حضراتكو دلوقتي النادي الأهلي كمان مصدر فيه قال لنا أنه ما فيش أي علاقة ولا تواصل رسمي بين إدارتي الأهلي والزمالك فيما يخص موضوع كهرباء وغرامة كهرباء المصدر قال لنا بالتحديد أنه النادي الأهلي مش طرف في القصة وما فيش تواصل ما بين إدارة الأهلي وإدارة الزمالك في هذا الموضوع فيش أي تواصل رسمي فيما يخص موضوع عقوبة كهرباء دي عقوبة بتخص اللاعب اللاعب هو يخلص أموره مع نادي الزمالك احنا ملناش علاقة بالقصة ملناش علاقة بالموضوع ولا دي قصتنا ولا دي مسؤوليتنا بنحتفظ بعلاقات إيجابية مع مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد وبنحتفظ بعلاقات في منتهى الاحترام والتقدير ولكن هذا الأمر وقصة كهرباء واللي حصل في موضوع كهرباء وقربة كهرباء والتقسيط والرجوع وهات والمؤدم كل الكلام ده احنا لنا قتولى جمل لنا به القصة كلها تخص كهرباء والمحامي بتاعه وإدارة نادي الزمالك يتفقوا على التقسيط يتفقوا على دفع الغرامة بالكامل يتفقوا أنه ما يدفعوش حاجة دي حاجة تخص إدارة الزمالك مع اللاعب محمود عبد المنعم كهرباء لأن العقوبة ليها علاقة باللعيب وليس بالنادي الأهلي كون أن النادي الأهلي بيحاول ساعة كهرباء بأمور رسمية وشرعية أنه هو يجيب له عقود إعلانات أنه هو يعمل له أي حاجة عشان يبقى معاه فلوس يتفحها للعقوبة ده مش معناه تماما أن الأهلي مسؤول عن الموضوع دي حاجة بتتعمل في إطار رسمي لأن دي كده كده الأهلي بيعملها مع باقي اللاعبة وباقي النجوم أو بعض اللاعبة وباقي النجوم اللي موجود موجودين في النادي أو موجودين في الفريق الكبار منهم والأكيد من ضمنهم كهرباء وأمور تانية أخرى لها علاقة بمؤدم تعاقد أو أو ودي برضو بتتم مع كل اللاعبين فده مش معناه أن الأهلي طرف في الموضوع ده ولا طرف أصيل الأهلي ملوش علاقة بالقصة دي وما فيش أي اتصالات أجريات خلال الفترة اللي فاتت بشكل رسمي مع دارة الزمالك لحل موضوع غرامة كهرباء النادي الأهلي بيستعد كمان لحسم ملف السولية ومعلول ومحمد هاني أربعة لعيبة من أو ثلاث لعيبة من اللاعبة الكبيرة جوى النادي الأهلي عمر السولية واحد من كبات الفريق محمد هاني الباك اليمين الأفضل في مصر خلال الفترة اللي فاتت وعليه معلول طبعا حدث ولا حرج الناس بتعتبروا الأهلي بيعتبروا واحد من أبناء الأهلي لأنه قدم مشوار مشرف من ساعة لما جيه بشوفه أفضل محترف جيه ودخل الملاعب المصرية خلال آخر عشر سنين أنا أنا بتكلم على استمرارية وتقديم أداء جيد وشخصية واحترام ومعاونة لفرقته لتحقيق بطولات فيه شك أن علي معلول المحترف الأفضل خلال السنوات الأخيرة في الكرة المصرية مش بس في الأهلي إدارة الأهلي بتفتح كلام أو فتح كلام قردي مع الثلاثة عشان يجددوا عقدهم اللي بينتهي بنهاية الموسم الحالي فيه بعض التفاصيل بعض الاشتراطات بعض الشروط بعض البنود اللي بتكون طبيعية جدا في أي شكل من أشكال التفاوض ما بين اللعيبة وما بين النادي وخلال المفروض فترة قليلة جدا هيكون فيه حسم التجديد للسلاسي سواء السلية أو معلول أو هاني فيه القصة اللي كلمت محركوا عليها بتاعة تصريحات المهندس عدلي قيعي بموضوع مدير التعاقدات وإن كانت تأمير توفيق تم إبعاده عن هذا الموقع ورح لمدير التنفيذ لشركة الكورة وإن مرار النائب هو مدير التعاقدات الموضوع ده يا جماعة عامل أزمة كبيرة جوانادي الأهلي موضوع ده مشتعل بدرجة يعني مفيش حد يتخيلها لأن دي خطأ أو سقطة إدارية من المهندس عدلي قيعي مش متعود عليها الأهلي الأهلي مش متعود أنه يبقى فيه أخبار بمثل هذه الحساسية وهذا القدر من الأهمية تبقى بتتناقل وكمان تكون مش صحيحة ومش مظبوطة ومش منضبطة من واحد من اللي شغلين جوانادي الأهلي وليه سفر رسمية ده أمر لم تعتدوا الجماهير بمختلف انتماءاتها ولم تعتدوا جماهير نادي الأهلي بشكل خاص وخاصة لما يطلع من قامة كبيرة جوانادي الأهلي ليه يعني طريق عريض وطويل جوانادي الأهلي والموانس عدلي قيعي فالموضوع مشتعل بشكل كبير جدا مزعج جدا بالنسبة لنادي الأهلي والإقدارة الأهلي وعلى رأسها كابتل محمود الخطيب اللي انزعج جدا 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 بسبب هذه التصريحات وعلاقة ده بالخبر اللي فات اللي هو تجديد السلية وهاني ومعلول التجديد ده بعد ما كدت الأمور ماشية بشكل جيد وفي تواصل وفي مفاوضات والكلام ده كله الدنيا تم إرجاءها وإيقافها مؤقتا عشان الأزمة الخاصة بفكرة التعقدات والتصريحات الموانس عدلي قيعي فتم تأجيل الموضوع وتجديد السلية الحين حل هذه الأزمة وإيجاد مخرج لطيف منها بشكل شيك لأن اللي حصل ما كانش حلو في حق أي حد يعني لا في حق الموانس عدلي قيعي ولا في حق الأسماء اللي هو طرحها ولا في حق إدارة الكرة بالنادي الأهلي لأن مش ده الشكل ولا الإسلوب اللي احنا كلنا معتدين أن تدار بملفات الكرة داخل النادي الأهلي وموضيع الكرة عامة بشكل عام داخل النادي الأهلي